رمضان شهر العبادة شهر القرآن والصيام نعم هل نقدر نقول انه الصيام ليه مبادئ اولية ليه اسس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم فمن شهد منكم الشهرة فليصمه والصلاة والسلام على سيد الصائمين سيدنا محمد بن عبد الله القائل ويل لمن ادرك رمضان ولم يغفر له رضي الله تبارك وتعالى عن السابقين من الصحابة وآل البيت وازواج النبي والخلفاء الراشدين المهديين اجمعين واولياء الله الصالحين وبعد آآ بادئ زيبيد امكن من الاقتران بالقاف الطيب في هذا العام ان يوم الاسنين القادم مثل اليوم باذن الله تعالى هيكون غرة شهر رمضان بداية الصيام للمسلمين ونفس اليوم 11 مارس القادم يوم الاسنين بداية الصوم الكبير لأهل الكتاب اخوتنا المسيحيين الله اكبر فهذا الاختران اختران محبب ونسأل الله تعالى ان يعين الجميع على ابتغاء مرضات الله يعني احنا الاتنين هنبدأ الصيام سوى نعم نحن المسلمين عندنا الصيام الشهر رمضان المبارك عاده الله على الجميع بالخير واخوتنا المسيحيين هي عندهم بداية الصوم الكبير هو نفس اليوم لازم نلحق لان انا ما انت صاحبي عزمني على الغداء فلازم نلحق الغداء وهو قبل ما هو يبدأ الصيام ونبدأ الصيام ان شاء الله طب هناخدها غداء ولا افتارها ماتة مش عايل بس هنوزبط الدنيا ربنا كريم اما عن المبادئ الاولية للصيام بادئ زيبيد حضرتك لما بتكون مدعو الى حفل او انت داعي ضيوف الى منزلك سواء انت داعي او المدعو بتكون في ابها حلة اذا ابها حلة اننا نستقبل رمضان بالتوبة والانابة والاستغفار لله عز وجل لان رمضان بداية عام جديد للاعمال الصالحة وغيرها لان اذا كان شعبان ترفع فيه الاعمال معناه ان السجل للعام المنتهي بالنسبة للاعمال هيبقى شهر شعبان الذي ترفع فيه الاعمال يعني اذا بتعبيرا اخر يبقى شهر رمضان بداية عام جديد للاعمال الصالحات وغيرها نسأل الله ان يوفقنا في ذلك الامر الاخر يمكن طبعا بنستبق الاحداث لكن ضروري ننبه الناس اول حاجة استقل علم من اهل العلم رجائي لان هيظهر بقى يعني طيور الظلام والخفافيش والمتطفلون ويعني هتظهر على السوشال ميديا وعلى الفوضى الافتائية لكن لابد ان نرجع الى من امرنا الله بالرجوع اليهم فاسأله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واهل الذكر يحصرون في الازهر الشريف فقط رجاء واقول لعموم المسلمين فاول مسألة حتى لا يسيرون بلبلة انت عارف هم في مدرس المشاربين كل ما يجي موسم او مناسبة خالف تعرف وحرام وكفر وشرك وبيدعا والكلام اللي الناس يعني استوت منه وانا شوق اروح لشخص غير مجازلي الاجازة من الازهر الشريف الشعادة من الازهر الشريف يبقى انا اروح للازاهرة اهو بقى شوق بقى يعني لسه ما فيش احنا على بعد ايام من تحويل القبلة ولا تنص من الشعبين المدرسة اياها قالوا ده بدعا ومنكر وقبل كده قالوا الاسراء والمعراج منكر وقبل كده المولد النبي قالوا عليه منكر وقبل كده قالوا على الهجرة منكر يعني مش عارف هم عايزين يكلوا عيش بس للأسف مش على حساب الاسلام خليني بقى في في اللي أنا عايز انبع ازاسيات الصيار اول شيء النية قال الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الانعم قل ان صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين وقال في سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص وقال في سورة البيينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وصح عن النبي صلى الله انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى